عودة لمنصة الحرب الكلامية بين أمريكا والصين بشأن تايوان وبلهجة أكثر حدة فبكين تحث واشنطن على التوقف عن كونها مثيرة للمشاكل بعد إبحار سفينة حربية تابعة لها وأخرى كندية عبر مضيق تايوان وبلهجة تصعيدية نددت بكين بالمهمة مؤكدة أنها حذرت السفينتين القصة بحسب رواية الجيش الأمريكي أن السفينتين نفذت عبورا روتينيا لمضيق تايوان من خلال ممر خارج المياه الإقليمية لأي دولة الأمر لا يبدو جديدا فعلى مدى السنوات الأخيرة أبحرت سفن حربية أمريكية وفي بعض الأحيان سفن لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا بشكل روتيني عبر المضيق لكن ما أثار حفيظة بكين الآن أن هذه العملية جاءت وسط تصاعد التوتر العسكري بين الصين وتايوان الرد الكندي جاء هادئا بتصريح وزيرة الدفاع بأن بلدها ملتزمة بشدة بدعم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي تايوان هي الأخرى أعلنت أن السفينتين أبحرت في اتجاه الشمال عبر الممر المائي وأن قواتها راقبت المهمة لكن الوضع كان عاديا جدا غير أن الصين لم ترى الأمر عاديا قائلة إن قواتها دائما في حالة تأهب قصوى وتواجه بحزم جميع التهديدات والاستفزازات اشتركوا في القناة